ما حكم من استخفى بالصلاة أو أنكر وجوبها؟ اعلم أن الصلاة عبادة عظيمة فهي نور وبركة ورحمة وخير من استخفى بها كفر كأن قال ليس الشأن بالصلاة إنما الشأن في حسن المعاملة مع الناس أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت لأن التشاؤم يا أحبابنا من الصلاة يعد استخفافا بها فهؤلاء الذين يتشاؤمون بالصلاة يعتقدون هذه العبادة العظيمة مصدرا للشؤم والخسران فيعتبرونها ضارة لهم وهذا كفر وكذا يكفر إن قال أكون قوادا إن صليت لأنه استهزأ بالصلاة واستخف بها والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات وكذلك لو أمره شخص بالصلاة فقال لا أصلي مستخفا بالصلاة أو قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء بالصلاة كفر بخلاف ما لو قالت ذلك امرأة حائض بقصد أن الصلاة لا تصح منها وهي حائض فلا تكفر ومن أنكر وجوب الصلاة المفروضة عليه كفر لتكذيبه قول الله تعالى في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواه الإمام أحمد وهذا بخلاف من يعتقد بوجوبها عليه لكنه لا يصلي فإنه لا يكفر لكن عليه ذنب كبير وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب المعصية الكبيرة لا يكفر إذا لم يستحلها كما ذكر ذلك الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي في عقيدتها